موسيقى طيب الله وقتكم مشاهدين الكرام نشرة المفصلة من يمن شباب معكم أماني علوان وهشام جابر والبداية بالعناوي موسيقى الامارات تبلغ مجلس الامن بتكثيف عملياتها العسكرية في الحديدة والحكومة تؤكد حرصها على تجنيب المدنيين ويلات حرب الانقلابيين موسيقى في وثائق جديدة مسربتها مات لمحافظ تعز بالتواطئ في اخفاء مليون دولار من موازنة الجرحة موسيقى والتحالف يجدد غاراته على معسكر النهدين في صنعاء ومصرع حوثيين في كمين للجيش بباقم موسيقى موسيقى اهلا بكم اذا قالت دولة الامارات العربية المتحدة ان تحرير الحديدة اصبح امرا ضروريا من اجل ضمان انخلاط مليشيات الحوثية الانقلابية ثانية في محادثات السلام جاء ذلك في رسالة سلمتها الحكومة الاماراتية الى مجلس الامن الدولي اكدت فيها مضي التحالف في دعم جهود المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن تماشيا مع القرارات الاممية والمبادرة الخالجية ومخرجات الحوار الوطني واضافت الرسالة انه من اجل تحقيق هذا الغرض ستقوم قوة الحكومة اليمنية وبدعم من التحالف بتكثيف عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في منطقة الحديدة والجبهات الاخرى وهي عمليات محسوبة بامعان لتحقيق غرض واضح الا وهو بدء العمليات السياسية مجددا وشددت الامارات في رسالتها على ان الاجراءات العسكرية يجب ان تكون اخر الخيارات من وجهة نظر التحالف العربي مؤكدة ايمان التحالف باهمية الانخراط في العملية التفاوضية السياسية لاحراز السلام والامن المرجوين في اليمن هذا وقال ناشطون من ابناء تهامن الانقلابيين الحوثيين يواصلون مضاعفة معاناة ابناء الحديدة بقطع الخدمة العامة عن المدينة ووفقا للمصادر فقد قطعت الميليشيات خدمة الانترنت وعطلت شبكة الاتصالات في مدينة الحديدة واعتبر الناشطون ان هذه الاجراءات تأتي بهدف عزل المدينة وحجب الحقيقة عن معاناة المواطنين الذين تتخذهم الميليشيا دروعا بشرية وقال ناشطون من ابناء الحديدة في الخارج انهم فقدوا التواصل مع اهلهم داخل مدينة الحديدة منذ ايام وذلك بسبب انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت واكدوا ان ظروف اهلهم داخل المدينة في غاية الصعوبة في ظل همجية الميليشيات وتحويلها السكان الى دروع بشرية اكد رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر حرص الحكومة الشرعية على تجنيب المدنيين ويلات الحرب التي فرضتها الميليشيا الحوثية بانقلابها الدموي والهمجي على الدولة وارادة الشعب وتعنتها القاطع تجاه كل مساعي السلام جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية لرئيس الوزراء مع قائد اللواء الثلاث عمالقة عبد الرحمن اللحجي وقائد اللواء الاول عمالقة رائد الحبهي وقائد اللواء الثاني سقور تهامة لعقيد الركن مناجي حجري تم خلال الاتصالات استعراض سير المعارك التي تدور على مداخل مدينة الحديدة بدعم واسناد من قوات التحالف العرب واشار بن دغر الى رفض ميليشيا الحوثي الانقلابية الجنوحة لصوت العقل واسرارها على قتل وتجويع واخضاع الشعب اليمني الذي يأبى الظلم والقهرة مؤكدا ان موقف الانقلابيين الاخير برفضهم الحضورة لمشاورات السلام في جينيف خير دليل على ذلك هذا وقال رئيس الوزراء ان النصر بات قريبا والخلاص الناجز باستعادة الوطن والدولة من قبضة اسوأ انقلاب هماجي اجرامي سلالي عرفه التاريخ الوطني واعادة اليمن لمحيطها العربي وانهاء المطامع الايرانية الفارسية في المنطقة واطلعت القيادات العسكرية رئيس الوزراء على المستجدات العسكرية الميدانية في جبهة الساحل الغربي على طريق تحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الانقلابية عثرت قوات الجيش الوطني على معامل لانتاج العبوات الناسفة لميليشي الحوث الانقلابية جنوب محافظة الحديدة وقالت مصادر ميدانية ان قوات تابعة لألوية العمالقة عثرت على المعامل شمالي منطقة بيت المغاري القريبة من مفرق العدين شمالي مدرية حيس واضافت المصادر ان المصنع يحوي مواد خامة لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة فيما تم العثور ايضا على العبوات الناسفة جاهزة كانت الميليشي الحوثية تعتزم نقلها الى مناطق تتقدم فيها قوات الجيش التي تزحف باتجاه ميناء ومدينة الحديدة اذا تمضي معركة تحرير الحديدة نحو الاطاحة بالميليشيات الحوثية الموالية لايران في ظل تراجع مستمر للميليشيات الانقلابية وسقوط اكاذيبها للعالم بما فيها صورة زائفة عن قدرتها العسكرية وهو ما يجعل الميليشيات الاجرامية في مواجهة هزيمة او مواجهة هزيمة وشيكة وعزلة اكبر باتت قوات العمالق التابعة للرئيس عبدربو منصور هادي اقرب من اي وقت مضى للسيطرة على مدينة وميناء الحديدة بعد ان عزلت الحديدة عن صنعاء ووصلت الى مداخل شوارع المدينة الشرقية وسط توقعات بعملية التفافية تبدأ من دوار المطاحن الشرقا وتنتهي بسيطرة قوات الشرعية على المداخل الشمالية للمدينة حيث يقع الميناء ويصبح الحوثيون في قلب المدينة محاصرون بلا خيارات نجا سوى الاستسلام وتسليم عناصرهم حتى اللحظة القوات الشرعية تتقدم وتمضي بمعركة تحرير الحديدة يقابلها تراجع مستمر للميليشيا الانقلابية الحوثية باتجاه منطقتين المراوعة وباجل وهو تراجع قصري يثبت ان الحوثيين فقدوا القدرة على البقاء رغم نزعتهم الانتحارية والاستماتة التي يبدونها في محاولة يائسة للوقوف امام قوات العمالقة ومنعها من السيطرة على الميناء والمدينة فاي سر تحمله هذه الاستماتة الحوثية في معركة خاسرة وامام انتصار حتمي وعلى وشك التحقق لقوات الشرعية في الشريط الساحلي الذي يضم الحديدة تساؤل تبدو الاجابة عليه في مخاوف الحوثيين من عزلة مرتقبة ستدخلها الميليشيا بمجرد خسارتها للحديدة ومينائها فالحوثية التي تقدم نفسها كدولة امر واقع من خلال السيطرة على احد اهم العناصر السيادية المتمثلة بالشريط الساحل الغربي وميناء الدولة اليمنية الاكبر بعد ميناء عدن ستفقد هذا العنصر بعد ان فقدت سابقا ما كانت قد سيطرت عليها من عناصر سيادية مثل البحر والممر المائي في باب المندب وموانئ عدن واهم المحافظات النفطية والصحراوية التي تتركز فيها الثروات السيادية وقبل ذلك كانت قد فقدت الجو اليمني لصالح التحالف العربي الداعن للشرعية وهكذا ستصبح عصابة الحوثيين امام العالم عدمة القوة السيادية بلا بحر ولا جو ولا حدود وبدون اي سيطرة على صحراء الثروة الطبيعية بمحافظاتها النفطية والغازية مما يعزز من عزلتها اكثر داخل مناطق جبلية تفرض نفسها بالقوة على سكانها الذين يعيشون حالة كراهية متراكمة لها فكيف سيكون وقع تلك العزلة على العصابة السلالية الحوثية غير المقبولة محليا واقليميا والمعزولة دوليا قصفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مقبنة غرب محافظة تعز وذكر مصدر الميداني ان قصف المدفعية تركز على تعزيزات الميليشيات في مناطق الفضال ومحيط جبل الحصن في مدرية مقبنة مؤكدا ان القصف اسفر عن سقوط قتلى وجرح في صفوف الميليشيات وتدمير عدد من الاليات التابعة لها في غضون ذلك اندلعت مواجهات بين قوات الجيش والميليشيا في جبهة الضباب جنوبية غرب محافظة تعز عقب محاولة عناصر الميليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة الصياحي وذكر مصدر ميداني ان الجيش احبطت تسلل واجبر عناصر الميليشيا على التراجع والفرار بعد ان تكبدت قتلى وجرح في صفوفها اموال الجرحة المختلسة من قبل شبكة فساد تقودها رئيسة اللجلة الطبية ايلان عبدالحق تنعكس على توتر العلاقات بين قيادة الجيش في تعز وبين المحافظ المتواطئ مع ايلان عبدالحق اثرة تسريبات بالاستيلاء على اكثر من نصف مليار ريال دفعة واحدة من قبل ايلان وعرقلت المحافظ اللجان التحقيق في هذه القضية تتزايد الشبهات والادلة حول تورط محافظ تعز من محمود بفساد مالي مهول خلال فترة الثلاثمائة يوم الاولى التي اوشك على قضائها في منصب المحافظ وثائق سرية مسربة صادرة عن قيادة محور تعز الى المحافظ تحمله مسؤولية عدم التحقيق مع ايلان عبدالحق رئيسة اللجنة الجرحة التي اودعت المبلغ في حساب شخصي تابعا لها في مصرف الجزيرة ووفقا للمذكرات السرية فان ايلان عبدالحق بعد ان اودعت المليون دولار في حسابها الشخصي بعيدا عن لجنة الجرحة ادعت استكمال صرفه دون اي سندات صرف او وثائق تدل على ذلك التسريبات شددت على ان قرارات ندارية مرتبكة ومتخبطة ازدرها المحافظ ساهمت بالتورط في الفساد حيث اقل المحافظ امين محمود رئيس لجنة التحقيق مع ايلان عبدالحق اقب يوم واحد من تأسيسها ثم اقل رئيسها الثاني والثالث وهم من وكلاي المحافظة حيث ادى ذلك الى تميع قضية التحقيق مع ايلان بشن نهبها قرابة نصف مليار ريال يمني اكثر من ذلك طالب المحور محافظة اعزة امين محمود باطلاق اكثر من مئتين مليون ريال تم خصمها من مرتبات الجنود لصالح الحملة الامنية لكن المحافظة صادرها ورفض صرفها هي الاخرى كما رفض ايضا تحويلها الى موازنة الجرحة وفقا لاقتراح قائد المحور فساد يقترب قيمته من مليار ريال يحيط بتحركات محافظ تعز في وقت تتعفن فيه جراحات الجرحة في الداخل والخارج فيما تفتك الاوبيات بسكان المحافظة ما يستدعي برأي متابعين محاسبة المحافظ والمتورطين بالفساد لقى ثلاثة من القيادات الميدانية في بليش الحوث الانقلابية مصرعهم في مواجهات مع الجيش الوطني بمحافظة البيضاء وقال مصدر الميدانين القيادي الحوثي المدعو يحيى عبدالله العطاش المحضار والمكن أبو عدي وينحدرون محافظة الشبوة لقى مصرعه خلال أماركة ظارية شهدتها جبهة الملاجم خلال الأيام الماضية وأضاف المصدر أن قياديين اثنين آخرين وهما عوض الخضر الجنيدي وإبراهيم محمد الجنيدي من منطقة نصاب في محافظة الشبوة لقى مصرعهما في المواجهات العاصمة صنعاء حيث جدد طيران التحالف العربي شن غارات جوية على مواقع وأهداف عسكرية لمليشة الحوث الانقلابية المولية لإيران في العاصمة وقالت مصادر محلية إن طيران التحالف شن غارة على جبل النهدين المطل على مقر الرئاسة في صنعاء وكان طيران التحالف العربي قد شن الخامس الماضي أربع غارات على جبل النهدين وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف استشهد أربعة صيادين محليين في غارة جوية للتحالف العربي بمحافظة الحديدة وقال مصدر محلي إن الصيادين الأربعة استشهدوا في غارة على قاربهم في جزيرة السوابع قبالة سواحل مديرية الصليف شمال الحديدة وينتمي الصيادون إلى مديريات جنوب الحديدة وتم نقل جثثهم إلى مستشفى الثورة العام في مركز المدينة واستشهد العشرات من الصيادين بغارات جوية للتحالف العربي منذ بدء هجمات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وتصعدت تلك الهجمات على الصيادين مع انطلاق معركة الحديدة في ظل مخاوف من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيا الحوثية عبر البحر الأحمر باستخدام قوارب الصيد إلى موضوع آخر حيث أعلن المتحدث باسم التحالف العقيد الركني تركي المالكي اعتراض صاروخ نابل السير أطلقتهم ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودي ونقلت الوكالة الرسمية السعودية عن المالكي قوله إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت الصاروخ الذي استهدف مدينة جيزان بعد إطلاقه من محافظة صعدة وأشر المالكي لأن إجمالي عدد الصواريخ الباليستي التي أطلقتها ميليشيا الحوثي بلغت حتى الآن مائة وخمسين وخمسة وتسعين صاروخا وتسببت في مقتل مائة واثنى عشر مدنيا من المواطنين وكذلك المقيمين وتساعدت الضربات الصاروخية للحوثيين على مدن المملكة في الآوينة الأخيرة ويعلن التحالف تصدي قوات الدفاع الجوي السعودي للصواريخ الباليستية للميليشيا بشكل أسبوعي إلى صعدة الآن حيث سقط قتلى وجرح من عناصر ميليشيا الحوثية في كمين محكم للجيش الوطني بالقرب من مركز مدرية باقم شمال غربي المحافظة وقال مصدر عسكري إن قوات من الجيش استدرجت مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي إلى كمين محكم في سلسلة أبواب الحديد المطلة على مركز مدرية باقم وأضاف المصدر أيضا أن الكمين أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات فيما لاذا من تبقى منهم بالفرار مخلفين أسلحتهم وجثث قتلهم فجرت الميليشيات الحوثية المدرسة الوحيدة في منطقة السادة بمديرية حيران التابعة لمحافظة حجة وذلك قبيل اندحارها من المديرية مدرسة الزبير بن العوام تبقى شاهداً على جرائم الميليشيات الإمامية المنهارة بحق المؤسسات التعليمية في محاولة يائسة منها لإعادة تجهيل الشعب اليمني التفاصيل في التقرير يفتش هذا الطالب بين ركام مدرسته التي فجرها الحوثيون عن مستقبله المهدور ويبحث بين بقايا هذه الكتب عن حكاية ترويله سبباً عن تفجير مدرسته عادل محمد طالب بالصف السابع ينتقل بداية العام المقبل إلى الصف الثامن لكنه أصبح ذات يوم وقد فجر الحوثيون المدرسة الوحيدة التي يدرس بها طلعتنا الصف السابع إلى الصف الثامن واليوم الميليشيات الحوثية قام بلغم المدرسة بتفجير المدرسة فاليوم نشتي مدرسة ما يبيش عاد مدرسة غير هذه المدرسة علي هو الطالب الآخر ينتقل إلى الصف السادس يحدق ببصره بين الركام ويتأمل مستقبله فلا يرى إلا الدمار ويتساءل بحرقة الحوثيون فجروا مدرستنا فأين ندرس؟ اسمي علي أنا كنت صفقة خامس وكانت تس سنة ننتقل إلى السادس والحوثيين فجروا مدرستنا الآن أين بن درس عاد ما في مدرسة ما في مدارس غير هذه المدرسة هذه مدرسة زبير بن العوام ينفض هؤلاء الأطفال من على بقايا طاولات مدرستهم غبار الجهل الذي خلفته عصابات الجهل الحوثية على أمل العودة إليها لكنها أصبحت ركام متناثرة بفعل تفجير الحوثيين لها مدرسة زبير بن العوام الواقعة في قرية السادة بمديرية حيران شمال محافظة حجة واحدة من جرائم الميليسيات الشاهدة على جرائم الحوثيين بحق مستقبل أجيال اليمن يقول الأهالي أن عناصر من الحوثيين كانوا يتمركزون بها أثناء معاركهم على الجيش الوطني وقبل الانسحاب منها عملوا على زراعة عبوات ناسفة أسفوا بها مستقبل ما يقارب من ثلاثة آلاف طالبا وطالبة فجروها أنصر الله ما فيها لا جيش وطني ولا فيها حي حاجة حاجموا فيها أنصر الله خشوا النفاطه لقموها من الجوانب وفجروا ولا فيها أي بشر كذا باطل ولا فيها أي حاجة فيها يدرسون سكان مواطنين أطفال دراسة فيها كم وكم قد لنا من الأعوام قبل أن ينصر الجيش الوطني في هذه القرية في هذه المدرسة فجروا أنصر الله المدرسة وعلى الجيش الوطني قد خشى المدرسة ولا القرية في هذا الصباح ومع بداية العام الدراسي الجديد وبدلا أن يأتي هؤلاء الطلاب وحاملين حقائبهم المدرسية ليبدأوا فصلا دراسيا جديدا أتوا يمشون على هذه الأنقاض بخطة مثقلة ويحملون أسا يبدأون به فصلا جديدا من الحرمان التعليمي حكاية الحوثيين مع المنشآت التعليمية والصروح العلمية حكاية تفجير وتدمير وتخريب بما تسبب في حرمان ما يقارب من مليون وستمائة ألف طالبا وطالبة من التعليم منذ ثلاث سنوات بحسب إحصائيات رسمية من هنا مرت ميليشيات الحوثيين الإنقلابية مخلفة هذا الكم الهائل من الدمار في حق المؤسسات التعليمية في هذه القرى النائية الواقعة شمال محافظة حجة سعد القاعد لقناة من شباب حيران شمال محافظة حجة وبعيدا عن الجبهات فقد أحيى تجمع اليمنين الإصلاح في تعز الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس الحزب بمهرجان فني وخطابي في جامعة تعز وأكد الحزب في بيان أنه سيظل يعمل ضمن الحكومة الشرعية وبمعية التحالف العربي لاستعادة الشرعية وتحرير الوطن داعيا الحكومة والتحالف للتوجه الجاد نحو تحرير تعز ودعم سلطاتها في تأمين المحافظة ومحاربة بؤر العصابات وعناصر القتل والفوضى وقدم الإصلاح في بيانه الشكر للجنة الرئاسية والسلطة المحلية واللجنة الأمنية على تطبيع الأوضاع داخل المحافظة وجهودها المستمرة داعيا السلطة المحلية والحكومة الاهتمام بأسر الشهداء وإيجاد معالجات جادة ونافذة لملف الجرحة ووضعه في قائمة أولويتها كما أكد على أن بناء اليمن القوي ودولته المتماسكة لا يتم إلا بتضافر جهود أبنائه وعبر تجذير قيم الشركة الوطنية وترسيخ مبدأ الحوار والقبول بالآخر مشددا على أن الحزب سيظل حزبا مدنيا ينحازل الشعب ويؤمن بحقه في الشراكة بالسلطة والثروة وبتحقيق الحياة الكريمة له في المهرى رفض الأهالي في مديرية المسيلة إقامة قاعدة عسكرية سعودية في منطقتهم كونها تشكل تهديدا لمصالحهم هناك التفاصيل في التقرير أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العقيد ترك المالكي استشهاد طيارين السعوديين في محافظة المهرى إثر سقوط طائرة مروحية كان يستقلانها في مهمة لمكافحة تهريب أسلحة ومخدرات بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب مضيفا أن الطائرة تابعة لسلاح البر الملكي السعودي العامل في المحافظة إلى ذلك نشب توتر جديد في محافظة المهرى بين القوات السعودية وسكان في مديرية المسيلة غرب المحافظة بمحاذاة حضرموت مصادر محلية أكدت أن التوتر جاء على خلفية رفض سكان في المديرية إقامة قاعدة عسكرية سعودية معتبرين ذلك تهديدا لمصالحهم المصادر أضافت أن السكان منعوا جنودا سعوديين من دخول موقع يتم إنشاؤه في مديرية المسيلة وجلب أسلحة ومعدات ثقيلة إليه ضمن مجموعة من المواقع المنتشرة في أنحاء المحافظة سكان المسيلة صاعدوا الوضع في المنطقة وشرعوا في حراسة الموقع ورفضوا تسليمه وقالوا إنه يشكل مصدر إزعاج لحياتهم ويقلق السكينة العامة في المنطقة كونه يقع في منطقة رعي وصيد وتصر الشرعية والتحالف على إعادة ضبط الأمن في محافظة المهرة بما يؤدي إلى مكافحة التهريب القادم من السواحل والحدود العمانية وشواطئ المحافظة ويعتقد على نطاق واسع وجود شبكات تهريب بالمحافظة ومسؤولين فيها تم إقالة بعضهم مرتبطين بمهربين دوليين للأسلحة والمخدرات وهو ما ينفيه كثيرون في المحافظة حثى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح حثى وزارة الأوقاف والإرشاد على تعرية أثر الإنقلاب ومضاعفة الجهود لتقوية تماسك المجتمع جاء ذلك خلال لقائه في الرياض وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية مشددا على مضاعفة الجهود لمواجهة الحملة الفكرية والتضليل الدعائي الذي تمارسه ميليشيا الحوث الإنقلابية وتكريسها للفكر الطائفي الإمامي واستمرارها في تجهيل الشعب اليمني في محاولة منها لوأذ أفكار الجمهورية والوطنية بما يعزز من وجود مشروعها السلالي وسلم وزير الأوقاف الفريق محسن تقريرا عن موسم الحج المنصرم والترتيبات التي تمت ومختلف الجوانب الإيجابية والسلبية في الترتيب والتنظيم والنقل والإقامة وأشهد الفريق محسن بجهود البعثة اليمنية في نجاح موسم الحج أمام اليمنيين مشددا على ضرورة تعزيز الإيجابيات وتلافئ السلبيات في مواسم الحج المقبلة مع عوضة دراسة للعام الجديد تبرز معاناة النازحين في مخيمة الإيواء في محافظة مارب في ظل إغياب الدور الفعال من جنب الحكومة والمنظمات الأممية وكذلك المحلية نشطي مدرسة نحنا في المخيم نشطي مدرسة نحنا في القابل ندرس ونحنا ما زراش نحنا نزحنا هنا في هذا المخيم الواقع في أطراف محافظة مارب يستقبل ألف النازحين من عدة محافظات خاصة صنعاء المجاورة حيث تشتعل الاشتباكات بشكل مستمر في جبهات مدرية نهم الواقعة بين صنعاء ومارب في المخيم وضع مأساوي لا يطاق ويفتقر لأبسط الخدمات الأساسية في ظل حرارة مرتفعة وانتشار الأمراض المعدية وتلوث المياه وانعذام خدمات الصرف الصحي ومع اقتراب العام الدراسي الجديد يشدد النازحون على ضرورة إيجاد مدرسة ومرفق صحي كأولوية ملحة لا يمكن تأخيرها أو التغاضي عنها كأحد أهم وسائل التحصين والدفاع في مواجهة الإمامة التي تنشر الخراب والجهل والمرض لتشييد حكمها ورغم أن مأرب تشكل أبرز محافظة تبرز فيها مؤسسات الدولة في المناطق المحررة إلا أن جهود الحكومة لم تصل إلى مناطق النزوح ويعتمد النازحون على فتاة المنظمات الإغاثية فيما تنشغل الحكومة بزيادة رواتب عائلات موظفي السلطة العليا للدولة كشفت رابطة أمهات المختطفين في ندوة عقدتها بمدينة مأرب عن أرقام مفزعة لحالات المدنيين المختطفين في سجون الحوثيين ممن يتعرضون لتعذيب مميت ويتم إخفاء الضحايا في زنازين انفرادية مساحتها متران لا ضوء فيها ولا هواء نقي وتمنع عنهم كل الحقوق تسعمائة وستون مختطفا ومخفيين قسرا لم يسلم أي أحدا منهم من التعذيب النفسي والجسدي في سجون الحوثيين أرقام كبيرة وجمل من الآلام والأوجاع سمعنا مبتداها وما زلنا في انتظار الخبر ندوة أقامتها رابطة أمهات المختطفين في مأرب تعرض من خلالها فصولا عن حجم المأساة وحالات التعذيب التي يتعرض لها المختطفون في سجون الميليشيا مطالبة بتقديم المتسببين في الانتهاكات للعدالة وتعويض المختطفين وذويهم ومساندتهم من خلال الأنشطة الإنسانية المختلفة أمثلة كثيرة عن حجم انتهاكات الحوثيين للمختطفين تحدث بها الشهود الذين تم الإفراج عنهم رصدتها الرابطة أبرز هذه الأمثلة زنزانات انفرادية ضيقة منعدمة الضوء ليلا ونهارا يتم فيها إخفاء الضحايا وتمنع عنهم كل الحقوق بمناسبة أو تزامنا مع انعقاد مجلس حقوق الإنسان قدمنا ندوة بعنوان التعذيب في سجون الحوثي وذكرنا أنواع التعذيب وصفات السجون الموجودة تحت الميليشيا الحوثي وجماعة الحوثي وأنواع من التعذيب وعداد وأرقام من الذين عذبوا خلال هذه الفترة من 2016 إلى 2017 ونحن في صدد تقديم تقرير عن ما تم تعذيبه أو من تم تعذيبهم خلال 2018 إن شاء الله يوسف الغليسي طفل من محافظة عمران اختطفته الميليشيا وزجت به في جبهة البيضاء وسط البلاد أصيب في ذات الجبهة وتم إسعافه إلى صنعاء وعلى حين غفلة من المرافق تمكن يوسف من الفرار من المستشفى ووصوله إلى مأرب اسمي يونس علي الحمد الغليسي من محافظة عمران مديرية العشة وتم اختطافي من البلاد إلى جبهة البيضاء وتم اختطافي من البلاد إلى جبهة البيضاء وجلست حوالي شهرين ونص وتم جروحي في فقد العسر الأيمن وبعد ما جروح أخذوني إلى مستشفى في صنعاء وجلست فيها أربع أيام حتى طاع بالجرح وطرحوا عندي مرافق وخليت المرافق لما دخل الحمام قربت التفتيش وبعدها أنا هربت إلى هربت إلى موقع السيارات الذي تسافر إلى مارب وطلعت فوق السيارة إلى مارب وصلت هنا واستقبلني أبي لأنهم كانوا يردوني أخذوا أبي فأخذوني بدل أبي يتعرض المختطفون داخل السجون للضرب بالأسلاك الغليظة والصعق بالكهرباء وخلع الأظافر بالكماشة وضرب المفاصل بالحديد وعليه خرج البيان بتوصيات عدة على رأسها إيقاف التعذيب في اليمن بكافة أشكاله وتمكين الضحايا من حقوقهم الإنسانية الطبيعية ومحاكمة المنتهكين وتعويض ضحايا التعذيبي وعائلاتهم عمر المقرمي يمن شباب مأرب إلى موضوع آخر حيث قال وزير الثروة السماكية فهد كافاين إن صادرات الأسماك لليمن بلغت خلال الثمانية الأشهر الماضية أكثر من 36 ألف طن بقيمة قرابة 48 مليون دولار أمريكي وكتب الوزير كافاين في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه برغم الظروف التي يمر بها البلد بلغت الصادرات السماكية اليمنية خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي 36 مليون وأربعمائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وستة وستة وتسعين كيلو جرام أي ما يعادل ستة وثلاثين ألف طن من الأسماك وأوضح أن قيمة هذه الصادرات بلغت 47 مليون وسبعمائة وواحداً وسبعين ألفاً وخمسمائة وستة وثلاثين دولار مضيفاً إلى أن ذلك يعد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية إلى الشأن الرياضي حيث تمكن نادي دحيل القطري من تحقيق سلسلة انتصارات تاريخية على مستوى القارة الأسيوية حيث يعد ثاني نادي في تاريخ القارة يحقق تسعة انتصارات متتالية في دور الأبطال تفاصيل أكثر في التقرير التالي واصل نادي دحيل القطري تحقيق إنجازات تاريخية على مستوى القارة الأسيوية حيث سجل تسعة انتصارات متتالية في دور أبطال آسيا لكرة القدم معادلاً الرقم التاريخي الذي حققه نادي أولسان هوينداي الكوري الجنوبي قبل ست سنوات سلسلة الانتصارات هذه دفعت الاتحاد الأسيوي لكرة القدم للإشادة بنادي دحيل الذي يقترب من كسر هذا الرقم والانفراد بأطول سلسلة انتصارات في دور أبطال آسيا وذكر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في موقعه الإلكتروني أن الدحيل نجح في إيجاد طريق آمن هذا الموسم في ظل تألق مهاجمه يوسف العربي الذي باغت منافسه بإنهائه الدقيق للكرات وكذلك زميله يوسف مساكني ليبهران الجمهور في كل مباراة وفي هذه النسخة من أبطال آسيا انتصر الدحيل على نظيره العين الإماراتي في تحدي الأدوار الإقصائية حيث سجل ثمانية أهداف في مرمى العين أربعة منها في الذهاب ومثلها في الإياب وبعد بضعة أشهر غادر المدرب الجزائري جمال بالماضي النادي واستعانى الدحيل بخدمات المدرب التونسي نبيل معلول لتولي المسؤولية بدأ التونسي نبيل معلول ظهوره الأول في دوري أبطال آسيا أمام العملاق الإيراني بيرسي بوليس في منافسة دول الثمانية بالدوحة محققا الانتصار التاسع على التوالي للدحيل بهدف دون رد وتحوم الكثير من التوقعات حول مباراة الإياب يوم الاثنين المقبل حيث لم يقصر الفريق الإيراني أي مباراة على أرض هذا الموسم إلا أن تحقيق الفوز على النادي الإيراني سيمنح نادي الدحيل رقما قياسيا جديدا في تاريخ دوري أبطال آسيا نهاية النشر تذكير بالعناوين الإمارات تبلغ مجلس الأمن بتكثيف عملياتها العسكرية في الحديدة والحكومة تؤكد حرصها على تجنيب المدنيين ويلات حرب الإنقلابيين في وثائق جديدة مسربت تهيمات لمحافظ تعز بالتواطئ في إخفاء مليون دولار من موازنة الجرحة التحالف يجدد غاراته على معسكر النهدين في صنعاء ومصرع حوثيين في كمين للجيش بباقم نشكر لكم أطيب المتابعة دمتم ودام الوطن بل في خير إلى اللقاء اشتركوا في القناة